مرحبا فيكم مرحبا بخير ريهم مساك الله بن نور ويهل فيك سعود وحبا مسي على المشاهدين ويهل فيكم حلقة يديدة من برنامج سراي اليوم أكيد ليلتنا رح تكون مميزة وجميلة في ضيفنا أكيد اللي دائما تميز في جميع أعماله فالحلقة اليوم رح تكون سعود حلوة حلوة خصوصاً أن ضيفنا اليوم رح نأخذ بعض من خبرتها وبعض من آراءها حوالين الأعمال اللي تقدم حوالين الإخراج حوالين 22 عمل وغير هذا الشيء المميز اليوم اللي احنا شفنا الإتراما السعودية قاعد تقدم أعمال بقوة وفرضت نفسها سواء من مخرجين من كتاب من فنانين قدموا أعمال وضيفنا اليوم قدم عمل سعودي وغاب عنا في الإتراما المحلية وانتقل إلى الإتراما السعودية الخليجية فيعني رح ندردش معان عرف التفاصيل العمل عرف كل شيء مسموح وممنوع في العرض أنا أسألك ريهام الآن تفضل الآن دامنا في رمضان وفي الأيام هذه خلصت الغبقات خلصت في الزوارات والقرقعان بل شوناس يطلعون أنت من النوع اللي تطلعين تتفطرين بره ولا في البيت شوف أنا ما أقدر أتفطر بره البيت أحب أتفطر في البيت بس الآن أنت تتفطر في البيت ولا نفس كل سنة لا أنا أتفطر في البيت وأحب فطور البيت لكن بعد الخمسة عشر يوم الأولى تبدأ كسرة الروتين أنا أروح يوم مطعم صار عندي من عادات التغاليد أني أروح أجرب مطعم ومشان ومطعمنا حلوة بالخيم الرمضانية وين أكثر مطعم شذي لفت انتباهك؟ الفور سيزن كل شخص يمدحها وفي شيء مميز شيء مرتب وشيء يعني أكل مرتب وقعده حلوة والواحد يروح يشرح صدره وأنا أمس كنت هناك في الفور سيزن عند مدير المبيعات وجل تحية جميل يعني هاني عمر اللي أشكره على تواجده ودائما رحابته للناس شيفت أخواننا من الإمارات ياين الله شيفت أخواننا من سعودية ياين فالناس ياين وعند أسولفوا معهم وأتكلم معهم يقولوا لي سعود عندكم شيء مميز المطاعم في رمضان يميز الكويت الخيام الرمضانية هذه في يعني أنصرح تروحين شوكتني شكي ست بروح لك من عندي عزيمة تروحين أنت وليعز عليك مشكور إن شاء الله ما قصر تسلم سعود والله ودي أجرب لأن الكل قاعد أشوف يتكلم في هذه الخيمة الجميلة بإذن الله راح أروح ورح أعطيك التجربة اللي أنا بشوفها طبعا مشاهدين نحن نستمرين معكم لكن بعد الفاصل ضيفنا اليوم غاب عن الدراما المحلية ولكن ترك بصمة مميزة في الدراما السعودية بمسلسل منه ولدنا المخرج منير الزعبي راح نسول فيها عن محاور وايد عن الدراما طبعا أكيد عن المحضور والمسموح ولكن عقوا بهالتقرير قدر المخرج منير الزعبي أن يرسم لنفسه خط مختلف في الأعمال الدرامية والتلفزيونية الشيء اللي ميزه عن غيره من المخرجين واستطاع أن يترك بصمة مهمة بتعاونه مع نجوم الصف الأول في الخليج الزعبي هالعام اتجه للدراما السعودية بمسلسل منه ولدنا عن تجربة اليديدة وكواليسها راح نسول في الليلة مبارك عليك ما تبقى من الشهر أسفرت ونورت موسيقى موسيقى رجعنا معاكم مشاهدينا مع المخرج الأستاذ منير الزعبي بارك عليك الشهر بارك عليك وينعد عليكم الخير والصحة والسلامة ووفتينا بالمحضور والمسموح نوخر عن المحضور قبل أن تتكلم بالمحضور والمسموح صار فيه ترند ويعني ضجة في السوشال ميديا بعد تعليق معالي المستشار تركي آلشيخ وكتب فيه عمل والدي يقول أن أنا مثله وطلع هذا العمل منه ولدنا شنو اللي حصل معاك قريت التويتر وقريت والله عند أخوي برايم حجاج ظاهر يمكن فيه تشابه العساس تشابه بين برايم حجاج ومعالي المستشار تركي آلشيخ يمكن من هذا الباب يعني أنه يقول يبقى شوفك المسلسل وهذا دليل يعني اليوم تعليق معالي المستشار أن العمل مشاهد بنسبة مشاهدات عالية وكثير من الفنانين أشهدوا فيه الحمد لله رب العالمين شوف احنا اشتغلنا بصمت بصمت مطلق يعني ما كنا نزل شيء على السوشال ميديا ولا روجنا حتى عملنا أن ننتظرونا وقادمين إننا قادمين إننا قادمين وسندمنا ردرالة اشتغلنا بصمت متفونة حيل فالحمد لله يعني شوف توفيق من رب العالمين صحيح يعني لكل مشاهد النصيب ونحن تعبنا والحمد لله يعني والله هذا تعب أحد يعني الكل يتعب قبل رمضان وقدمنا العمل والحمد لله لاقص تحسان هل يت على آخر فرصة يعني هالعمل ياك يعني من غير تجهيز على آخر لحظة لأنك تعرف أنه عندك عمل تراثي والآخر لحظة كان العمل قائم بالضغط ولكن ما لقينا لوكيشن ما توفر يانا لوكيشن تصوير عمل تراثي فكلموني من دبي أخوي عماد العنزي المنتج والجهلة تحية وقال عندي عمل سعودي وقالت لا تم لأنه بجد أنا حابد الدراما السعودية حاب أخذ تجربة وياهم ومن حسن حظي أنه كان تجربتي مع الفنانين الرائعين بمثلثة منه ولدنا أمانة استمتعت جدا وياهم وانت ما شاء الله دائما عليك مبدع في كل عمل طبعا أكيد تشارك فيه بس عندنا بعض المشاهد بنشوفها مع بعض بعدين نكمل حوارنا حتى هذولي أنا ناوي أنا ناوي أستثمر في الحارة هذه بش بتسوي فيها بسوي أشياء كثير بسوي أشياء كثير أول شيء هذولي المواهب هذولي في الحارة بتسوي لهم ألعب سداسي طرنا صارخ عليهم لأنني أبواش أتجعوا لأن هنا من هذا الحارة يمكن يطلع سامي الجابر بسم الله بشر دخلت الحمد لله بس الشركة بتفلس يا ابني أنت نحس يا ابني حرام عليك حتجيب لي الضقط والسكر ما تقول لي اخوياتك هذولي بضبطونك كان أخويتي واللي قابل بعدنا كان أخوياتك ومشي السوات الحين كلمت خوي في نادي القولف قالت علينا أكوي لذبطنا في شركته كمان خويك لا هذا خوي خوي يعني أكيد أكيد طيح نروح ناك إن شاء الله اللهم ولع السيارة حر يا أخي راح لا تقصدي لا تعصبين أنا تقصدي إن شوفي أنت كنت في النادي مدين صدفة كان في بلد طبعا اللي ميز هذا المسلسل إنه في خلطة سرية مو جميع النجوم اللي هما يعني ممثلين معروفين للأمانة يعني صحيح بس المسلسل ترنت الحمد لله لأنهم من نفس ما قلت نجوم يعني هما نجوم بفنهم بأخلاقهم بتعاملهم يعني أنا أول بروبة طاولاته وي الشباب رايم حجاج وفايد واخوي خارد فراج وعلي لحميدي وخيرية ولبن جميل وريم العري يعني كلهم كانوا مجموعة يعني بالبروبات الطاولة أمانة يعني تعاملتوا إياهم كأنني عارفهم من أثنين يعني جايين بكل قوة حابين يقدمون شيء فأنا لما شفت الحماس هذا فيهم وايدر تحت فأهم حتى باللوكيشن يعني بداية التصوير حسينة بألفة غريبة وياهم يعني أنا تعاملتوا إياهم كأنني عارفهم من الزمان يعني ما كان فيه صعب التعامل ولكن هما فعلا فنانين حقيقيين بس كانوا يعني محتاجين فرصة والحين المملكة العربية السعودية بالعاكس قاعد يستثمر في شبابها يعني على جميع الأصعد يعني مو بس مجال الفني ولكن عندهم شباب فنانين يبون فرصة يأخذون فرصة فالحين هذا التوجه قائمين عليه يعطون فرصة للشباب يستثمرون ماشاء الله هذه فرصة صح طاقات جبارة أمانة يعني كلهم فاجئوني وقلت كمانا قاعد صور أقولهم أنتوا وين يعني وين كم يعني 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 الزمان كنت حابة عرفهم والله وانت دائما تحب تقدم أشياء يعني تشوف شيئا بتقدم شيئا 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 ومع شباب يدد يعني يعني هم هذي يعني أستمتع فيها لما أشوف شباب متحمس ويقدم شيئا بالعكس أحط إيدي بيدا وأحاول أدعم بكل ما أقدر أنا رح أرجع على نجوم الشباب اللي يعني يبرزوا بالعمل وحلو الواحد يعطيهم فرصة وتوجه يعني المملكة العربية السعودية بأنها تبرز الشباب والطغات الشبابية برجع لبعدين الكل قال يعني من بعد عمل كف وتفوف المنير الزعبي رح يستثمر هذا النجاح ورح يعمل عمل آخر في رمضان مع الفنان وهدى حسين ولكن شفناك اتجاه إلى السعودية إي كان عندي أنا كنت مرتبط وكان فيه أكثر من فرصة هنا ولكن أمانة فرصة لا تتعوض بعمل سعودي ف يعني ستانسل عندما كلموني عني أمانة يعني قلت لهم يلا يعني قلتك ما بيضيع الفرصة هذه كنت حاب أخوض العمل 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 فيه جانب درامي يعني أنا اللي شجانع عمل فيه جانب درامي حلو وفي الغالب اي بالضبط وإحنا الكوميديا اللي عندنا بالعمل هنا أخوي سعود مبنية على الموقف يعني ما عندنا حتى النص مكتوب بشكل حلو جميل أوجه تحية الأخوي سامي فليح المؤلف يعني كاتب شكل راقي حلو مو كاتب شي ان يستهزم من أحد ولا فيه هذه المشاهد اللي مبالغ فيها أو اللي ما يعني أنا مرأت حتى بالكوميديا أخاف منها حسيت حتى فيه خط درامي جميل هذا اللي شجعني علىنا واشتارنا فيه المثلين حلوين يعني إبراهيم حجاج من الناس اللي إذا قال الأفي الشيء الملاحظ أن اتجه مخرجين لدرامي تجهوا إلى الأعمال الكوميديا شفنا الأستاذ محمد دحام الشميري توجه إلى أعمال السعودية ويخرج أعمال كوميديا وتوجه الآن المنير الزعبي إلى الأعمال الكوميديا شو سبب هذا التوجه يا أخي هو يعني سؤالك يعني قاعد أقول لك أنت تريد تقدم عمل السعودي إن كان كوميديا أو درامي أنا أي عمل سعودي كان راهي وسبحان الله أنا كنت بفترة من شهر عشر من كثنين طافت كنت ببوضوي والتقيت مع شباب السعوديين فقلتم أحب أقدم عمل السعودي قلتم أي فرصة تجين لأي عمل السعودي راه وانفق عليها وسبحان الله شلون جت جدي بالصدفة رب العالمين استجاب دعائي إن كلموني على العمل في وقت إحنا خلص العمل مال الكويت تأجل لعدم توفر اللوكيشن بنفس اليوم جاني التليفون من أخوي عماد العنزي وكلمني عن عمل منه ولدنا قلت لأنا قلت لأنا لأنا قلت قلت لأنا قلت بعدين عرفت أنه عمل كوميدي قلت لا دعنا لنأخذ التجربة يعني ليس غلط بالعقل واستمتعت فيها جميل طبعا أكيد في شهر رمضان في زحمة من المسرسلات والأعمال فتابعت شيء شيء شدك بس نبي بكل صراحة من غير جواب دبلوماسي رأيت أنا ضحكت مشهد الوانيت هذا سعود أنا مصورة رابع رمضان خامس رمضان يعني هذا مصورة من قبل عشرة أيام يعني أنا تولي راب من ما عندك وقت بالضبط فجابلت عيالي وبيتي كان عندي تراكمات ففعلا ما قاعد تابع بس يعني كاني تابعت هو عمل بالعكس يعني جميل هناك عمال حلوة قاعد تقدم رح ناخذ تفاصيل أكثر معاك لكن عندنا اتصال من الشخص عزيز وغالية عليك قول ألو ألو يا مرحبا معنا طبعا اتصال السعودي إبراهيم الحجاج مبارك عليك ما تبقى من الشهر إبراهيم مبارك عليكم شهر يا مرحب ومسهر ويعطيكم العاف يا هلد الجيران يا دينكم ويا حظكم فمير الزعبي والله يا هلد فيك يا حبيبي يا مرحب يا هلد فيك وحياك كلا طبعا هو أحد من نجوم المسلسل من هو ولدنا أكيد أبطال نمسي عليك بكل خير شلون ردود الأفعال على هذا المسلسل ما سمعتك شلون ردود الأفعال على هذا المسلسل من هو ولدنا الصراحة ردود الأفعال مثل جلس مدر شيء جدا جميل الحمد لله الطاقة الإيجابية التي كان يحرص عليها أبو إيمان وصلت للنات ويجب فعل مثلجة تصدر فعل تويتر يجب فعل النات تكتب يا الله من الزمان ما شكوا متضحك زي كذا يا الله من الزمان ابوي ما ضحك بهذا الصوت العالي وتغريدات جميلة بالصراحة يدخلي الواحد يدمع لما الواحد يقول أنا أهلي من زمان تجد ما تجد المعنى عشان مسلسل هذا سيد جدا جميل وبعد ما أشكر الله أشكر أبو إيمان صد أستاذ ميري الزعبي والله نولا لأنه موجود أو لأنه الآن تدعى تتقابلونا لكن فعلا كان حريص على الطاقة الإيجابية حريص على الممثل وهذا جميلة جدا بفوق المخرج أنه يكون حريص على الممثل حرص كبير على طاقة على مزاج على مدى تقنص الشخصية على مدى معرفته للحالة للمشهد أنا اللي أتكلم في مونير باخذ أربع شاعات إبراهيم أنا ودي أعرف أنت قدمت عمل جميل تميزت أنت ويا الشباب في عمل رشاش وأخذ صدى ونجاح كبير في الوطن العربي من بعد رشاش استمتعت يا إبراهيم ويا الشباب كلهم لعكت إبراهيم فنان شامل بالدراما حلو جربت وكمشه الدرامي قلت لإبراهيم أنت الدراما عندك نار وكوميديان خطير حتى بلوكيشن دائما هو اللي بث البهجة والسرور باللوكيشن أنا ودي أسئلة أكثر عن طبعا خلف الكواليس دائما في بعض المواقف التي تصير في المسلسل كلمنا عنها إبراهيم صراحة في المواقف كثير ما نعرف ما نبدأ مونير ما هو عصبي أجملها لا ما بالأكس إذا كان فاطر أموره تمام وإذا مشاطر فاطر يعني إذا مو فاطر نجيب لفط فاطر فاطر الله يطيكم العافية طبعا إحنا مثل ما عرفنا من أبو أيمن إن استمر التصوير إلى الأيام الأولى في رمضان وهذا العمل شيء الجميل إن قاعد تأخذون صدا وإن قاعد يأخذ ردود أفعال جميلة والأجمل بأن تم استثمار الطاقات الشبابية وبإيد مخرج نفسه أبو أيمن كل الشكر لك إبراهيم الحجاج يعني تمنا لك كل التوفيق في أعمالك القادمة يعني منير لو بنتكلم معاك عن الأعمال التي تقدم اليوم والأعمال التي أنت قدمتها في دبي في أعمال منه ولدنا سمعت أنه فيه إمكانيات وفيه إمبهار شفته في عجمان بالتحديد تكلمني عنه لا يعني أنا الإمبهار كان بالشركة المنتجة أمانا بالأدوات بالمعدات بالإهتمام بالمعدات التي توفرت للتصوير بالشخاص التي كانوا موجودين من مصورين وأزياء وديكور يعني مثل ما شفته وإحنا في أم القوين صورنا بمنطقة هذه البيوت الشعبية هذه منطقة مهجورة يعني مهجورة شفته مهجورة فهذه ترممت كاملة وتأثثت ونصبغت طبعا هذا أخذ وقت أكيد أكيد وقت وهم يعني ميزانية يعني هذا تحسب لأخوي عماد العنزي اللي كان حريص على كل تفصيل يعني ما كان يعني أي شيء كان ينطلب يقول تم دام لصالح العمل فلا العمل أزياء أزياء يعني كان ويانا يعني مصممين يعني أزياء تكلم عن صناعة يعني يعني أنا أتمنى هذا الشيء نوجد عندنا أمانة يعني يكون يكون متوفر هذا الشيء عندنا بالعمل الفني يعني شفت عناصر موجودة هناك للأسف عندنا هنا بالكادرات عندنا مفقودة ما رحضتهم لأننا مو موجودين يعني بالكادرات لما تقرأ عندي تلاقي أسماء مسميات هذه ما تنحط عندنا أمانة يعني بالعكس إحنا نبي أبي أشوف هذه الأجهزة عندنا بالكويت هنا أبي أشوف هذا الكادر الفني موجود عندي بالعمل أبي أشوف الكم من الناس عندما طالعوا وراي جيش وراي لأن العمل يقدم بشكل صحيح فهذا أتمنى يكون موجود توفر عندنا إن شاء الله طبعا أنت كمخرج محترف يعني ما شاء الله ونفس ما ذكرت هذه التفاصيل أنك شفت شيء جداً مفكرت أنك بدك تستقر هناك لا أين أستقر ما فكرت لا أنا أستقر وين في دبي لا أستقر لا يعني أنا يعني أنا طول عمرك هنا إيه أنا موليد هنا وعيش هنا يعني لا الكويت بس مجرد شغل أنك تخدم وبعدين ترد إيه أكيد عندي عمل يعني العمل أنا يعني السنة طافت كف ودفوف البحرين صورت نعم السنة هذه مثلاً دعني أتكلم دام طرينا كف ودفوف تقدم هذا العمل وأخذ نجاح كبير وتكلم عن بعض المواضع ولكن شفنا توجه هالسنة في الدراما الكويتية صوب السحر والأمراض النفسية والشعوذة هل هم يعني تعتبر هذا شيء أنك شرأت الباب في شيء شدي أنا ما شفت ما سمعت مع قولية لا أقلت بتويتر لا فيه أعمال شديد فيه سحر أكثر واحد تتابع السوشيال ميديا منه أنا نهاء والله يا سعود أنا مصوب ونيائيا بعض المقاطع اللي أصبحت ترند آه يمكن والله يمكن هذا باب فتح يعني أن شوي الكتاب يتجرؤون لأن مرأة الكتاب خلاص يخافون يخطون خطوة أنه يمكن ترفض رقابيا ولكن إذا الباب هذا انفتح وينكتب شيء صح يعني لا يكون يكون شيء مدروس حمد الرومي ما كتب كتب شيء من منطلق طبي يعني هي كحالة نفسية مرضية كانت تتخيل هذه الشخوص الموجودين هم موجن ولا ولا شعوذة لا ولا شعوذة هي حالة نفسية حالة نفسية نعم تهيئ لها شخص غير موجودين بالواقع فهو من هذا الباب فإن شاء الله تكون الأعمال هذه اللي قاعد تقول عنها ولا سأنا أتمنى أنك تتابع يعني أشان تشوف اللي قاعد يقدم في لغز 1990 عمل قاعد يقدم وين عرض على ATV وكذلك محمد علي روتو للكاتب محمد إن شاء الله ونناوي إن شاء الله تابع عما سعنا محمد طاصم إن كان الوقت اللي رديت شوي توني راد من دبي فبعد رمضان بعد رمضان أكيد واحد شوي يتفرق الحين من بعد ردتك وقاعد تقول صار لك فترة يعني من بداية رمضان ما قاعد تتابع شي بس أكيد من بعض الأصدقاء سماعت في بعض المسلسلات اللي أصبحت الترند هل ممكن إنك ودك صار عندك فضول تبيت شوف مسلسل معين أنا حاب أشوف سنوات الجريش أمانة سنوات الجريش أي وهذا من ضمن الأعمال اللي متشوق أشوفها اللي أخوي مناف عبدال يعني عشان سعود موجود سعود حبيبي أكيد سعود أحد أبطال لا لا بلعكس أنا وأيمن يهمني رأيك أي ولا لا إن شاء الله وأخوي منافي أنا أحب شغل مناف استاهل أي أبو حسن يستاهل أحب شغله ناوي أشوف العمل وتابعه هم إخوان الموثلين اللي في أحبهم يعني أخوي حسن بلام والأستاذة القديرة طبعا حيات الفهد فأناوي إن شاء الله هذا العمل أشوفه الأعمال الثانية والله يعني شجعني الحين أنا يعني محمد عيرود بعد حاب أشوفه نعم و لغزفة سمين سين نعم يعني إسم مشوق يعني وعندك شارع الهرم إلى عملهم جميل حلو بؤيمن أن هذه السنة في 22 عمل كويتي مقدم وتشكيلة كبيرة وتنوع في الأعمال الترامية الكويتية يعني كم كبير من الأعمال ممكنك أنت تشوف العمل الكوميدي ممكن تشوف التراجيدي ممكن تشوف الترامي أهم شيء إذ يكون المحتوى الأعمال هذه شيء يبقى التغييم عندك هذا هو أنا يعني المحتوى يعني شنو قاعد يقدم هذا العمل للمجتمع الكويتي هذا أهم شيء طبعا أكيد إحنا ودنا نكمل حوارنا أكثر لكن عندنا فاصل بعد الفاصل نكمل ورجعنا لكم مشاهدينا رح بمرة ثانية بأبو أيمن طبعا اليوم إذا إحنا بنتكلم سوال فنانا وسعود ما راح تخلص اليوم أنت كمخرج أكيد في خطوط حمرة يعني ما تحب تتعدى هذه الخطوط تكون محافظ فيها سقف معين يعني يعني أنا أنا النص اللي أحب أشتارها لازم يكون يضيف شيء للمجتمع للمجتمع لك يعني يعني لما قول فر رسالة يا أخي قدم رسال يعني أنا من الناس اللي قدمت عمل من الأعمال أنا أنا عدلت من نفسي أنا كمونير في حدث صار معين بإحدى الحلقات بحدين قلت يا الله هذا أنا أنت ضد الجرأة إيه الجرأة بالكلام الجرأة باللبس الجرأة بال مشاهد لا 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 ما أحب أنا أحب عملي يلتفون حوالي كل الأسرة صغير وكبير وكلهم كلهم يقعدون يشوفون العمل هم مضطمنين أقدر أوصل أي فكرة للبالغ لهذا بشكل راقي جدا واللي صغير يما هم قاعد يتقبل الموضوع وهو يمكن أوكي موضر أن توصل لفكرة هذه أقدر أخلي موضر يعني يعني عرف المعلومة هذه ولكنه مستمتع وليه كبير رح يفهم توقف لوصل لأي فكرة يعني هنا هنا متلقي اليوم أبو أيمن هل أوم ليه الآن محتاج أنك أن تبطن للرسالة ولا يحب أن تكون رسالة واضحة وصريعة يا أخي بطنها يعني أوكي يعني أنت متلقي اليوم يبشي مبطن لا يعني أوكي كون واضح بس أنت يا أخي راعي مجتمعك شوية راعي عادات تقاليد راعي راعي أنه في جبال هذه الشاشة في عمار متفاوتة يعني يعني ما في تقدم كل شي بهالجرأة هذه أنا كمنير أنا أحب ما أقدم شيء يكون واضح مباشر يعني يعني في مشاهد يعني أذكر أنا في عبرة شارع مع هبة الدري كان عندنا مشهد الإختصاب اللي صار وكذا يا أخي كل أشهد فيه وكل تكلم عنه ووصل والناس كلها شافوا المشهد ولا أحد تكلم عنه بشكل سلبي لا بلاك تكلموا عنه بإيجابي أنا أنه وصل الفكرة ووصل هذا بشكل جدا راخي ونفهم خلاص أنت تبع أهم شي توصل الفكرة أنها توصل تنفهم لكن لا تتوهم يعني لي درجة أنك تتوهم بسعود عرفت لا لا أوصل الفكرة بالشكل اللي تبي ورح يستوعبونها المخرج منير الزعبي اليوم لما تعرض عليه النصوص شينو عالية اختيارك للنص اللي تتفي تقدمه قلت لك شينو يريد يقدم النص شينو يريد يقول هو هلم هو مجرد نص بس مجرد إنه نبي نعبي ما عندك فكرة معينة استهوية كنت تقدمها لا أنا أحب الحماوات يعني أحب العمل الأجتماعية العمال اللي اللي فيها أسرة وفيها بيت فيها تربية فيها حكمة فيها هدف يعني فيها رسالة مسج للمجتمع يعني أنا أحب היה نوع من العمل يعني ما أحب الأعمال اللي يعني فيها عمال شوي بو أنت تقرارها تتعب 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 أنت تقرار الموضوع اللي فيها شراح تفيدي خطوة جريعك الظا mortality لا لا او الله يا سعد زي سعد فيه في مرات قضية يمكن بالمجتمع اللي مثلونها ماي واحد بالمئة فليش احنا نكبرها القضية هذة وتكلم عنا ان هذا شيء متفش بمجتمعنا وترى كل لا 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 ما في دا عمل عليها سبوت لايت وطلعها للناس صحيح وهي ما راح يعني بالعكس هذا مو موجود يعني تقول في اقليل يعني مثلا هذا تخص في اقليل من المجتمع ولا تذكر حتى لا تذكر انت بالعاس قاعد تثوي عليها يعني قاعد تدبه الناس عليها ليه؟ تذكرات خلوانها ظاهرة بالضبط بالضبط ما في داعي وعلى طاري هذا الموضوع اش كثر الجيل هذا قاعد يتأثر في بعض المسلسلات بكل صراحة ليس جديد الان قامت في سوشال ميديا وفي مقاطع يعني اول كان يخلص المسلسل وخلاص شكرا الان يقصصون المقطع ونزلون على السوشال ميديا ويأخذون هذه الجزئية فانتشر الموضوع وصاروا يعني ما علي يعني الحين الرقابة نقول حنا الخابر على العيانة ما فيه الرقابة صعب انك انت بتجاب الولدك بغرفته بتشوف شي قاعد طالع صحيح صعب يعني موضوع همر هذا انك تسوي كنترول على عيانك موضوع صعب يعني احنا كجيهة مثلا قاعد نقدم هذه الاعمال نكون شوي نراعي هالمجتمع اللي قاعد نشتغل في اللي انا عايشين فيه نقدم لهم شيء يعني نفس ما قلت يكون فيه هدف فيه رسالة ما يكون شاي لمجرد احنا بس نن نفتح قضية وننن بس نسوي الفين لازم يقدم عمارش ريشاره عارفة نحنا نبدو صارتنا حين هذي كلمة احنا نبي الترند انت ما يهمك ترند كثير ما يهمك المحتوى اللي قاعده خلي المحتوى نفسه الراقي هو اللي تسوي الترند صحيح ما هو الفضي حتى تسوي ترنط بس بوأيما، هل العمل أو الترامى بشكل عام، لازم تقدم رسالة؟ سعود مونفن رسالة صحيح عودونا على شيء دي الفر، قدم يا أخي شيء لازم كل أعمال تقدم فيها رسالة؟ يعني لكان، يعني سعود أنت لازم تطرح المشكلة وتشوف لها حلور ناس لها وجهة نظر أنه في عمل الترفيه حلو، شوفوا يعني هو التلفزون، شنو؟ وسيل التسلي، يعني أنت بيت تسلق طيب، أنت بالعكس، يعني أنت ضيف لها الوسيل التسليه هذه مسج، رسالة حلوة، وعي الناس، فتح عقولهم الشباب اللي قاعد يطالع ورجعهم الصح من الغلط مو غلط، من خلال شخص، قلت لك أنا من الناس أنا أنا عدلت من سلوكي بسبب عمل أنا شتغلت أنا وأيضا يكلموني ناس يقولون يعني يعطييني مسجات سعود إن مشكورين العمل أنا ترى رديت ويا ريلي أنا وولدي كان كذا، والحمد لله كذلك ما هي العمل؟ ما هي العمل؟ ما هي العمل؟ يعني أنا روح ورية مثلا، مسلسة روح ورية الثلاثة برمضان يا أخي كان فيه رسائل ومسيجات الكاتب واختيان فالد ويستان وجلال تحية يعني قلمها يا رجل، وانت تقرى تستمتع تشوف قضايا، فإن تم المجتمع وتلامس القضايا الاجتماعية لداخل المشكلة أيوة، فهذا سعود هذا اللي أنا أدور عليه أخوي حمد الرومي، إيمان سلطان، فهد عليه وعنه كتاب يا أخي، من تقرى نصوصهم تستانع؟ ما الذي يشدك وخلاك تبي تطرق باب الأعمال التراثية؟ لأنني ما شد تراثي، حاب حاب الأعمال التراثية أريدك تشتغل؟ شنو الشيء اللي أريدك تسوي، يعني بالنسبة نتكلم عن الخليج شيء ما حصل، ولا عمل، أنت مثلا في فكرة أريدك تسويها وتفكر فيها من سنين، أكيد والله هي أفكار، يعني هي أنا قلتني، يعني عمل التراثي اللي أنا للحين لأنا ما طقيت بابا، إشتارة الكوميدي والدراما ولكن التراثي حاب أجواء يعني شوي أؤخر عن لأن الكميدي والدراثي صارت سهلة يعني ها وين فلان ألو؟ لا، التراثي في شوي فيه عنوى على واحد ما يلاقي واحد يوصل لها خبر ووصل لها فيها صعوبة بس بالنسبة لك شنو الأصعب الكوميديا ولا لدراما أكثر؟ لا لدراما طبعا لدراما بس ما خفت من تجربة الكوميديا؟ شلون؟ ما خفت من تجربة الكوميديا؟ لا لا بالعكس تمتعت فيها، لا لا ليش أخاف منها كل ضحك والله كل عمل فني جميل بالعكس هم يعني منه ولدنا هم فيه مسجات حلوة قاعدت تنقال فيه رسائل حلوة وقلت لك وصراحة المجتمع صار وده طاقة إيجابية وده الضحك ودب وناسة للأمانة أكون صريحة معك بعد هذه الأزمة اللي مغير فيها حتى العمال درامير قاعد اشتغلت أنا ما فيها هداك العنف والدموية والمواضيع الكئيبة يعني اللي يشوف الروح ورية بالعكس عمل جميل اجتماعي حلو فيه الابتسامة يعني بالروح ورية كان فيه الابتسامة كف ودفوف نفس الشيء كلها لو تشوفينها تلاقي فيه خط كوميدي يعني فيه جانب كوميدي من إحدى الشخصيات ولكن عمل يقدم قضايا مهم المجتمع هذا اللي يهمني لاحن مونير الجامل ولا خلاص سكيت لا ما جامل أبداً شنون يعني يعني ممكن الجامل فيه عمل ممكن الجامل فيه كادر ممكن الجامل فيه أخ نص فنان لا لا يصد أبداً أي والله وحتى مرات هذا يمكن يؤثر علي يعني بعلاقاتي مع الناس عبارة مليان ما بشتغل معها لا والله ومشتغل بس إن النص مثلاً اللي قدم لي يا أخي لا ما أقدر أسعد يعني 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 يمكن لو أتم قاعد وما يعني اللي أبي ما راح أشتغل يعني أبي أبي شيء أكون أنا مقتنع فيه حتى حتى يختي يعني أنا أنا دائماً بكل شيء بالعمل الفني كل عناصره لا ما أجامل فيه يعني حتى من فنانين فنيين تدخل كل التفاصيل أكيد يعني أنت الدكتاتوري الدكتاتوري لا لا سعود بلع سعود أي غلطة قالوا المخرج أي غلطة بالعمل الفنيين سواء الموثل والمنتج هذا ها والمخرج شف صار فلا قمت هذه بعقوبها يعني أنا أذكر بعبرة شارع موضوع النظارة داود حسيني اللي للحين تكلمون عنها يا رجل المخرج فأنا قلت ايو من اليوم طالع والله ما راح أتنازل عن عن أي شيء حتى بمساعديني ما أتنازل يعني فنيين الوياي اللي خصوني يعني اللي خصون منه مثلا موسيقى مصور مونتير مساعدين المخرج هذين خصوني هذين ربعي هذين لا أنا يعني أنا حريص يكونون وياي هذين حتى لو سافرت معايا بالضبط لأن هذين فهميني وعارفيني فما أقدر أجازف بأحد لا 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 فهم مونير وأنا شوية بالتعامل باللوكيشن ليس سهل شوية شديد لا لا شديد حريص نعم فيه حرص حرص هل يشغلك يكون الأفضل بالضبط أبي كل شي يطلع صح مدروس ما قلت لك الغلطة الحين أقول لك على السوشال ميديا يا رجل طلعون لك آه كان قبس الساعة صيدون الصيدون واليوم المنصات صار فيه اليوم ممكن توقف تعيد اللقطة تعيد السعود وكامتشر وكل شيء وروح وطرش وين ولا يقولون يعني إنه منهم مسؤول عنها لا لا المخرج طبعا نحن خلنا نتفق أن المنصات اليوم هي نعمة وهي حركت العجلة في الدراما الخليجية والعربية وصار في إنتاج وصار في طرح لمواضع كثيرة ومتنوعة صحي فمن بعض الشغلات اللي ممكن تضايق المخرجين أن اللقطات ممكن تنعاد ممكن الواحد يركز على الإضاءة ممكن تركز على حركة الممثل على الراكور بسويد ولا معنا مشكلة بالعكس جلما لا يسو وكل واحد معرض أنت مشكلتك بالخمسين يوم لازم تخلصها شنو؟ هذي اللي قعدوا لك شم يوم تخلص المسلسل لا لا أنا والله أنا بعمر ماشا يعني أنا المنتجين تعملون معاي ما ما يكلموني على عدد أيام تصويره ما كثير يأخذ العمل؟ خلص بستين أهو يابي ستين خلص بتسعين أهو يابي تسعين العمل يابي تجديد ليس إنه خلص بستين منير خلص بتسعين منير نايم على ودنه تبعا بقولوا لا أهو يابي تجديد يابي هذا الوقت يقلص الوقت اللي يابيه يحتاج العمل سيخلص صحيح اليوم إذا بنتكلم على المنصحات أصبحت يعني منافس قوي للتلفزيون من وجهة نظرك هل ممكن أن تسحب البساط من التلفزيون؟ والله شوفي المنصات يعني يعني أنا أعتبرها للناس اللي اللي ما عندها وقت يعني خاصة اللي هم طبيعة عملهم يعني فيه ناس دواماتهم بالضابط اللي مثلا تدريس اليهال لأن أشوف بيتي زوجتي تخلص من اللعياء بالليل آخر الليل مثلا تشوف اللي طافة من الأعمال بالأكس وشي إيجابي والحين منصات قامت تنتج يعني قامت تتجه للإنتاج فهذا شوي ثوى حركة نشط الساحة الفنية شوي ولكن التلفزيون يبقى تلفزيون يعني فيه ناس عندهم يطمنون للتلفزيون يعني يرتاحون يتم التلفزيون في شوي روح أكثر ها إيه يعني لا خلنا نقول شي ما هو يعني يعني مثلا كتلفزيون لكويت في وايد ناس يطمنون أن تفزيون لكويت ما رح يقدم شي لا يريق بذائخة المتلقية وكذا رح يقدم شي راقي جميل ففي قتش الاطمئنام المنصات شوي فتحوها صحيح يعني شوي الحرية السقف الحرية مفتوح عندهم يعني ما نقول حنا مفتوح للآخر ونأخذ من جانب إيجابي بو أيمان نقول أن المنصات أطلقت الحرية وأطلقت الأيادي للكتاب بأن يكتبون أفكار جديدة وكل واحد رقيب نفسه هذا يعني في أفكار بس في والله يا سعود مرات تشوف أعمال شوي قاعد تتخطر حدود يعني أنا أنا قاعد شوف شوف سعود أنا قاعد أتكلم على المجتمع أنا قاعد أتكلم على المجتمع كويتي خليجي بس أنا قاعد أتفق معاك على نقطة اليوم بو أيمان هذا الكاتب اليوم لو أنه تجرأ وسوى أعمال ممكن ما يتقبلها المجتمع ما الردود الفعل يتي له ممكن تخليه ما يشتغل السنة اللي وراها وممكن يقعد في البيت إذا قدم عمل عمل جريء أو عمل كان أساء ممكن يقعدون الجمهور بالبيت من الردودة شو الحين هاي المنصة أنت قاعد تقول من منصة هذا خياري يعني أنت بالنائي إذا فيه تجرأ أنت بروحك أنت رايح للعمل لأنه في أعمال أنت تروح لها من من الصيت اللي قاعد تسمع بالسوشال ميديا صحيح لما يسر عليه لغط وكلام فأنت أصبح عندك فضول تريد أن تشوف هذا العمل ستشوفه يمكن بروحك تشوفه لون رايح هذا العمل صحيح هذا أنت يازلك كمّلت ما يازلك لأنه طول ما راح تعمل يعني ميديا المنصات أنت اللي تروح لها التلفزيون هو بياي لك أنت قاعد في البيت هو داخل عندك المنصات أنت أنت قاعد تروح بيدك قاعد تحرك الريموت وتدش على التختار وتشوف أي عمل اللي يناسبك الآن قلت لك الكتاب يعني كل واحد و طريقته طريقته و جرائته و بيئته يعني يكتب على هوا يعني يفتح يعني أنا قاعد أقرأ نصوص للمنصات شوية أجرأ من الأعمال اللي نحن نقدم للتلفزيون نعم ولكن قلت لك هم يعتمد على المخرج أنت شون تقدم هذا القضية شون تطرح هذه المشكلة تقدر تطرحها بشكل جميل وحلو وتقدر تطرحها بشكل فجل سيئ المشاد ما يتقبل جميل نحن نتكلم على مجتمع المجتمع كويتي و خليجي صحيح طبعا من خلال اللقاء وايد ذكرت أكثر من مرة منير أنت جدا متحفظ للأمانة وقاعد تذكر أن لا أنا ما ودي أقدم أعمال فيها ممكن بعض المجتمع ما يتقبلها اليوم ممكن إذا نتكلم عن الخطوط الحمرة في المسلسلات أو المشاهد لبعض المسلسلات اللي قاعد تصير فيها جرأة إنزين شا اللي ما ودك إنه يصير تقول لا خلاص يعني إحنا ما ودنا ما نحتاج نوصل حق هذا الموضوع حين ويت يعني هالفترة فيه جرأة بالمسلسلات والله يشوف أنا كان ودي أتابع مشان شوي واحد يتكلم عن الجرأة اللي صايرة هالفترة هذه بس أمانة أنا ما شفت شيء يعني أنا رديت قلتت ما شفت أي مسلسل وسمعت إنه فيه جرأة بعمل بس أنا ما شفت أنا ما فيني أحكم على ولكن أنا أتكلم أنا كمونير أنا عندي خطوط ما أحب أتجاوزها أنا أنا طبعي شدي اللي يعني ما أحب أتجاوز هذه أو فيه مواضيع قلت لش ما أحب أتكلم فيها لأنه هي مو شيء أساسي بالمجتمع ولا هي قضية متفشية والمهمة لا لا هي مهمشة ولا حد يتدر عنها فإحنا لا نفتح رعيون عليها جميل الحين ممكن من الكتاب يابلك نص وقال لك أبيك أنت تكون معاي وشفت أن هذا النص جدا جري شممكن اللي أنت ودك تغير أو تقول مثلا أنا مرح أقدم هذا لا لا مرح أليك كذلك؟ نعم فيه نصوتي الجرية عدت عليهم؟ تغيرين الورق موئيع التنفيذ يعني تغيرين المشهد مشهد جري مكتوب إن كذا ويصير يعني تغيرين المشهد شوي أنا ني كمورج خلنا ألاقي حل بمشورة المؤلف بالعكس المؤلف أهم شي توصل فكرتها صحيح لا يعني لا تدمر فكرتي ولا أنك تلغي المشهد وصل الفكرة أنت كمخرج مخرج شنو؟ هل أنا بس أخذ المشهد ونفذها كما هو مكتوب؟ دعني أضع أفكار نضع حلول للمشهد وما يصبح أنا أجل يعني يعني لو أن ترى الورق وأن ترى ما يعرض على الشاشة ترى فرق فرق يعني يعني أنا ما يكرموني المؤلفين يقولون الله يعني هو كاتب العمل فيقول لي مولير تشمسوا بالمشهد؟ شفت بشي مختلف شفت بشي مختلف حتى قال لي الله يعني الله تم تنفيذه بشكل جميع براتي براتي هو أني أضفت على المشهد ليه كاتبة كورق صحيح شف صورة شف شي فهني دور المخرج أنت تقييك مشهد جريء قدمة ما أقول ثلاث قدمة بس بشكل راقي فيه تعديل يكون بطرح راقي بطرح قدمت مشهد لهيبة الدري الكل أشاد فيه العمل المشهد نعم بس في بعطك كتاب منير وانت عارف هو يخرج لك المشهد يعني ما يعطيك مجالك تخرجه يجيلك السيناريو كامل مقطع بطريقة هذا عندي أنا لا ما تقبل ما تقبل يعني هو أحاط لك السيناريو كامل بالحوارات يعني ما أخرج لك المشهد ما أعطيك يا عليك تصورها بس ومو مسموح لك تعدلها بس هي مخرج منها فضينا 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 هذا فضينا فضي المكتوب ما يصير سعود ما يصير ما تقبل ما يصير هذا هذا ورق خلاص أنت عطيتنا ورق أعطيني يا أنت لك تشوف فكرتك على الشاشة توصل بشكل حلو جميل راقي عاد آنة جغرافية المكان يمكن تختلف على السيناريو أنت كاتبة نعم يعني أنا لما أروح مثلا أذكر سينما السينيين مثلا صورت أنا بقطر عمل في 2011 أو 2010 فأخوي عبد عزيز الحشاش كان كاتب العمل فكاتب عبد عزيز على بيئتنا الكويت إنه دور أول طلع بقطر أغلب بيوت الحكومة دور أرضي فهني أنت تبتدي كمخرج تلاقي حلوله اللي هو كاتب مخرج لكان هو كاتب دورين طلع البيت اللي أنا ما أخذه يعني بكف ودفوف أنا أذكر كلامة أخوي حمد الرومي قلت لدكتور المشهد اللي يطلع في هذا المرأة المرعبة وكذا مع هود أحسين والعرس وهذا اللي هو كاتبة اللوكيش اللي أنا اخترته شي مختلف فقلت رح تشوف شي غير قال فلما شاف هناك ثقة أجب دائماً يعني خلص أنا نشتور على اللوكيشن نفسه شلون مبني هذا اللوكيشن شلون أنا بسوي السيناريو مرتبط عليه أهم شيء وصلت فكرة حمد الرومي اللي كاني بيوصلها وصلت كما كما هي يمكن وهو امبهر فيها فأنت هناك دور مخرج هيك مشت جري ما في عمل ما في قضايا مهمة وجرية بس أنت شون تطرح طبعاً بس تطرح بشكل صحيح وعلى طهري ذكرت حمد الرومي اليوم نبني تكلم كثرة العلاقة تكون قوية بين المخرج والكاتب هذا طبعاً شيء جداً مهم فاليوم شون علاقتك مع الكتاب يعني أنا حمد الرومي واختيام فهد ويثان قريبين لتفكيري يعني أحب تفكير أحب فكرهم أحب اللي يقدمونا ويطرحونا يعني أنا يتجارب أغلب الكتاب يعني أخي فهد العليوة بعد إشتارت العملين من أجمل كتاب إشتارت لهم يكتب ورق جداً راقي وحلو أخي عبدالزيز الحشاش إيمان السلطان قدمت لي أكثر من عمل عبدالمحسن روضان يعني عندنا عندنا بالعكس عندنا مؤلفين حلوين وتشوفين نصوصهم تقرينها كلها فيها فيها شي حلو ونرجع موضوع الجراء يكتبون تقرين بنصوصهم في الجهارات جريئة ومهمة وقضايا حساثة ولكن شون يقدمونها شون نطرح على الشاشة هذا المهم تكلمنا بو أيمن عن المنصات وأنها حركت عجلة الاترامة متى نشوف مونير يسوي عمل سبع حلقات ثمان حلقات تسع حلقات أعمال السيزن والله فيه الحين عندي بعد العيد إن شاء الله قاعد أحضر يعني قاعد أقرأ تشمنص وأختار منهم نعم أجرب هذه التجربة لأن ثمن حلقات يعني نحن مرات الثلاثين تحس شوي في مسافة أي ثلاثين حلقة يعني في مرة والله شوف لا نشتو اللون قتلك الكتاب أنا حريص للمشتور العمل يكون متماسك ما يكون فيه لونجير ما يكون فيه شي ملل ولكن الثمن حلقات حلو أنك تشتغل العمل ثمن حلقات لأن رح تلاقي الدنيا كلها مضغوطة ويقاع سريع فحابة أخذ التجربة هذه اليوم قاعد نشوف الإترامي المصرية في آخر السنوات اتجهت إلى خمسة عشر حلقة وصار فيه أعمال تبلج خمسة عشر حلقة أول رمضان وفيه أعمال مثل فكرة رائعة متى نشوف هذه الخطوة الدش عندنا في الإترامي المصرية والله أنا أنا أتخيلها من الموسم الياي وفكرت يعني فكرت اليوم قاعد أفكر فيها أقول ليش ما يصير خمسة عشر حلقة مثلا يعني في مشروع باري مع أحد الكتاب بغترح لي خليه خمسة عشر ونكتب خمسة عشر ثاني عمل ثاني بس تتوقع هل المشاهد ممكن أن يتفاعل مع هل المشاهد اللي هي مدر خمسة عشر يوم عادي لأن الآن المشاهد اللي راحت عليه الحلقة قاعد ويطلت من الصيدش تتابع أربع خمس حلقات وربعض حتفينهم من الآن يعني متفرغين مثلا برمضان بالزوارات بالطلعات فالكل أجل بعد رمضان أنا وحدة من الناس فالكل يتابع ويشوف انزل اليوم إذا بنتكلم عن دراما الكويتية شنو ممكن أن ينقص الدراما الكويتية ولا تشوف منها ما ينقصها ولا شيء كل صراحة والله عندنا كتاب رائعين ممثلين خرعون مخرجين شباب عندنا الحين طالعين ايه يعني سعود بعبيد عيثى ذياب فيه شباب بالحين طالع جيل يعني أنا متفاعل فيهم خير لجدان فبالعكس ولكن تقدر تذكر أسامي من اللي يلفت انتباهك من الممثلين بعد الممثلين يعني 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 حين ما استحذرنا اسمها ولكن أنا أحبهم كلهم 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 اشترتوا فيهم وكلهم استمتعوا فيهم أمانتان عندنا احنا ممثلين الكل بلا استثناء وين ما انحط توظف بأي نص يقدم على أكمل وجه يعني كان وياي ولا ويا غيري يعني عندنا احنا قاعدة قاعدة فنية كبيرة يعني من فنانين مخرجين يعني أنا بس قاعدة أتكلم على موضوع الأجهزة شوية لازم الشركات المعنية بهذا الأمر اللي هي توفر أجهزة بس اللي ينغس الأجهزة أجهزة 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 إمكانيات إمكانيات يعني أنا شفت بيتباي شفت شيء حلو جميل كنت أتقول لازم هنا الشركات اللي هي اللي يأجرون معداتها لأنه يحاولون إيبون هذه والمنتجين يدفعون لهم صحيح لأنه مانا أقدر يعني هما يخافون يقول لحنا نيب الأجهزة هذه بس لما نطلب من المنتج إنه ترى بيزيد عليك ألف ألفين لأن هذا يفيد العمل الفني يعني هذا يضيف للعمل الفني هل ما زال اليوم مونير الزعبي سيد العمل كمخرج أو مع سطو الشركات المنتجة وبعض أسامي الفنانين النجوم يتنازل عن بعض حقوقها لا ماتنا أشوف يعني عاوضوا بلا مكلمة أنا بس أنت الحين المنتجة ما جاب مونير الزعبي مع الفنيين قبل الفنانين مع الوكيشن كله بشكل عام فيعطيك الخط ومخط خلص عارف أن مونير سيقود المركب بشكل صح عارف أن محمد دحام سيقود المركب بشكل صح أخوي مناف عندنا أهلي مخرجين أستاذ غافل هناك مخرجين خلص فيه ثقة من المنتج تتجاه هذا المخرج فيعطي الخط ومخط وبالنهاية أنت عندما تقود هذا المركب لا يزعلون لأنه عارفين من اللي قاعد يقود يعني عارفين يعني قيمة هذا الشخص اللي قاعد يقودهم إنه حدا مو والله إعليمي ما راح يوصلنا لبر الأمان يعني هذا راح ما نمشي شويه وراح يغرقنا هناك مش صيف هي تخوف أما هم عارفين خلص نحن قاعد نتعامل مع منهم فهذه الثقة لما يعطيك يا المخرج وتشوف تقبل الفنانين بهذا يعني متقبلين الموضوع هذا شيء بديهي لازم تقبلون لأنه عارفين هم ومين قاعد نتعاملون وخلنا أقول شيء سعود إحنا إحنا دائما نبحث على أن نضيف هذا الدراما الكويتية ونحاول نوصل فيها لأعلى مستويات الحين قمنا ننافس دراما الكويتية يعني أنا شفت الشيء هذا بكف ودفوف بأعمال قدمتها لما تيني مسجات من المغرب العربي جزائر تونس من المغرب العربي لما نحن نعدينا مكان نصرنا نفس والقاعدة الجماهرية ازدادت على العمل في الوطن العربي صحيح فلازم نكون حريصين على كل تفصيلة على كل شيء قدمه طبعا مونير يعني نشكرك ونتمنى لك التوفيق في الأربعة عشر يوم ملياية في من هو ولدنا حبيبي وفالك التوفيق وهذه هدية بسيطة مقدمة لك لتألغك في كل سنة من إسراي للعطور تستهلغك وانتمنى نشوفك في كل سنة مبدع ومتألق في أعمال سواء كانت في الكويت أو في الخليج العربي الله يوفقك في كل عمل تقدمه وصراحة نحن فخورين فيك واستمتعنا معاك في هذا اللقاء وداما نستمتع في كل عمل أنت تقدمك كل شكرا لك لأنا نحظت أن قطعت الوراق وقام مسلود خلاص ما مستك وراء فإحنا قعدنا أهلية حبايبي أنا للسعيد فيكم ومشكورين على الاستضافة الحلوة وكل عامة بخير واستعدنا للمشاهدين إن شاء الله دائما نقدم لهم كل شيء يليق فيهم بإذن الله مشاهدين على الخير ومحبة التقينة على الخير ومحبة نودعكم فمان الله طبعا قبل لا أختم معاكم مشاهدين أحب أشكر كل الشكر سالون حنان دشتي وأيضا المسمم حسام على هذا القبطان الجميل وأقول لكم تصبحون على ألف خير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة